مساء الخير مشاهدينا في كل مكان برحب بحضركوا ولقائي تجدد مع الاقتصاد والناس ومتابعة لكافة الاحوال الاقتصادية من اهم الملفات اللي اعطتها الدولة المصرية اولوية كبيرة جدا منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية كان ملف الطاقة وبالفعل كان هناك العديد من الخطوات اللي تمت في هذا المجال واصبح هناك بالفعل مصادر متعددة نظرا للاثار السلبية لتغير المناخ اللي نتجت عن استخدام الوقود الاحفوري والفحم وغيره من الاسباب اللي قدت الى التلوث ونتج عنها ازمة المناخ او التغيرات المناخية والاثار السلبية النتجة عنها كان هناك خطوات استباقية قامت بها الدولة المصرية في توليد الطاقة الجديدة والمتجددة وبالفعل كان هناك ايضا اكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية على مستوى الشرق الاوسط وهي محطة بنبان لتوليد الطاقة الشمسية ايضا لجأت الدولة المصرية الى مصادر اخرى زي طاقة الرياح وغيرها وده كله نتج عنه ان الدولة المصرية اصبحت الاولى على الدول العربية في مجال توليد الطاقة ده كله بيكون لتأثير على النواحي الاقتصادية على الاستثمار بشكل كبير ايه التأثير الخاص بها في الفترة الحالية ازاي ده بيساهم بشكل كبير جدا في اللجوء الى الشكل الاخضر او الطاقة الخضراء ايضا اللي بيتم يعني التوجه اليها عالميا في الوقت الحالي ونعجاز ده على التنمية المستدامة في الدولة المصرية الحية تساؤلات كثيرة جدا هنتعرف على الاجابات الخاصة بيها من ضفنا اللي بشرفنا النهاردة الاستاذ الدكتور محمد حسن الاستاذ بالمركز القومي للبحوث واستاذ بقسم الطاقة الشمسية للحديث بشكل تفصيلي عن الطاقة الجديدة ودورها في التنمية المستدامة لكن قبل ما نبدأ حوارنا هتوقف مع حضراتكم مع هذا التقرير نعود بعده مباشرة برجع لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا وخلونا نتعرف اكتر على خريطة الطاقة في مصر واثرها على التنمية وازاي بيتم بالفعل يعني مواجهة كافة ظروف الدولية زي ما قلنا الاثار السلبية النتيجة عن تغير المناخ واللي بتسبب العديد من الاضرار للدول زي الدولة المصرية يعني قدرت ان هي تنوع في مصادر الطاقة بما يتناسب مع تقليل الاثار السلبية للطاقة التقليدية خلونا نتعرف من ضفنا اللي مشرفنا النهاردة اسمحوا لي ان انا ارحب بالاستاذ الدكتور محمد حسن استاذ بقسم الطاقة الشمسية بالمركز القومي للبحوث اهلا بحضراتكم اهلا بحضراتكم منورنا يا فن شكرا الحقيقة يعني كنا بنعاني بشكل كبير جدا من مشاكل الطاقة وملف الطاقة كان ليه اولوية كبيرة لدى القيادة السياسية منذ توليها المسئولية بداية اتعرف من حضرتك على مصادر الطاقة المتنوعة اللي بتستخدمها الدولة المصرية تمام بالنسبة للطاقة اللي بتستخدمها في مصر هنا احنا كنا بنعتمد على الطاقة التقليدية محطات الكهرباء اللي هي بتشتغل بالمزوت او بالفحم او بالغازة الطبيعية ودي كلها مصادر بنسميها مصادر تقليدية هي مصادر ملوسة طبعا كل نوع على حسب درجة التلوث بتاعه يعني الفحم هو اكثر مصادر الطاقة في التلوث يليه البترول ثم الغازة الطبيعية طبعا اللجأة مصر الى استخدام بدائل اخرى اقل تلوثة من المصادر التقليدية وهي الطاقات الجديدة والمتجددة التقاط الجديدة والمتجددة الناس لازم برضو تبقى عارفة ايه هي التقاط الجديدة والمتجددة دي التقاط الجديدة والمتجددة هي طاقات نظيفة لا تأثير لها على البيئة نهائيا يعني لا يوجد منها انبعاثات لساني اكسيد الكربون نهائيا وبالتالي تأثيرها على البيئة زيرو لا تحدث اضرار للبيئة النهائية لان لا ينتج عنها ثاني اكسيد الكربون او اي غازات ملوسة تمام او اي غازات بتسبب صاهرة الاحتباس الحراري الكوكب دلوقتي بيعاني منها تمام طيب دي ميزة من ميزات الطاقات الجديدة المتجددة لوحدها تجبر قادة العالم على انهم يتجهوا لهذه المصادر تمام الميزة التانية ودي بقى الاهم انها مستمرة لا تنضب على عكس البترول طبعا والغاز الطبيعي لان كلنا عارفين ان العلماء وصنع القرار اكتشفوا مؤخرا ان البترول والغاز الطبيعي وكل المصادر دي الى نهاية يعني حاجلها وقت وتنتهي من على الكوكب وبالتالي لازم العالم يبقى مستعد لانه يجد مصادر اخرى بديلة لهذه المصادر الدقليدية فربنا الحمد لله موفر للعالم الطاقة الجديدة التي لا تنضب اللي ممكن انسان يستغل لها ويعتمد عليها الى مالها نهاية الا وهي الا وهي هنبتدي بالاهم المصدر الاهم للطاقة الجديدة والمتجددة وهي الطاقة الشمسية طاقة الشمسية موجودة في كل الدول العالم ونقدر نقول غالبي الدول العالم بتتمتع بفترة سطوع شمسي تختلف طبعا من شمال اوروبا الى افريقيا الى اسيا ولكن مصر الحمد لله فيها ساعات سطوع شمسي كبيرة جدا وبالتالي احنا عندنا قدرة وطاقة شمسية تكفي لنا وتكفي ان احنا نصدر منها الى اوروبا والى العالم الخارجي طاقة الشمسية استخدامتها اقدر اصنفها لصنفين ان انا استخدم الطاقة الشمسية لتوليد القهربة ودي بطريقتين يأما باستخدم الخلايا الشمسية والخلايا الشمسية دي عبارة عن الواح تنزل عليها الاشعاع الشمسي وقدر اخذ منها مباشرة طيار كهرابي او طاقة كهربية واغذيها بالشبكة القومية للكهربة الطريقة التانية لتوليد القهربة من الطاقة الشمسية وهي المراكزات الشمسية المراكزات الشمسية دي هو عبارة عن اننا بسخن المية وحولها الى بخار وبعد كده بستخدم البخار ده في التربينات اللي بتدور لي الجنريتور سواء قدر ياخد طيار كهرابي بالزبط زي محطات الطاقة العادية اللي موجودة هنا بس بدل ما بستخدم الفحم او المزوت في ان انا اولد البخار لا انا بستخدم الاشعاع الشمسي بركزه على سائل بيسخن السائل وبعد كده هذا السائل بيحول لي المية الى بخار ويتم العملية الطبيعية اللي موجودة في اي محطة كهرباء نيجي حاجة تانية الاستخدامات الطاقة الشمسية ليس فقط مقتصرة على ان انا اولد منها الطاقة الكهربية ولكن في استخدامات اخرى مباشرة بمعنى انا بحتاج الكهرباء في ايه انا بحتاج الكهرباء عشان اشغل مثلا اجهزة تكييف او ان انا ادور مكان طيب في دلوقتي مشاريع بتيملكها الدولة او بتيملكها بالتحديد اكاديمية البحث العلمي المشروع ده مشروع بحسي ومصمم انه هو من الطاقة الحرارية للطاقة الشمسية اقدر اولد طاقة تبريد يعني اقدر اخذ الحرارة دي بتاعت الشمس واقدر اعمل تكييف يكيف عدد من القوض المحطة دي موجودة في بيلبس هي محطة صغيرة تخص البحث العلمي الغرض منها هو البحث والتطوير ولكنها فعلا اثبتت جدارة وبنغزي او بنكيف عدد من القوض خاصة بوحدة طبية موجودة بجوار هذه المحطة اذا انا هنا استخدمت الطاقة الشمسية مباشرة في تكييف الحجرات استخدمات اخرى زي التكفيف المنتجات الزراعية برضو باستخدم الحرارة بطريقة مباشرة في اجهزة مكففات شمسية ان انا اقدر اجفف منتجات زراعية اقدر اجفف بها اخشاب اقدر اجفف بها نباتات عطرية وهكذا اذا هناك العديد من الاستخدامات الخاصة بالطاقة الشمسية ومن هنا كان بالفعل انشاء اكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية على مستوى الشرق الاوسط وهي محطة بنبان ازاي النهاردة بقدر ان انا اوسع من القاعدة زي محجرتك تفضلت وقلت فيه في بيلبيس كمان محطة تانية فاذا النهاردة الاستخدامات الخاصة بالطاقة الشمسية ممكن انها تتعدد بالنسبة لمحافظات مصر كلها ولا هي برضو بترتبط بطبيعة وجغرافية كل محافظة تمام استخدامات الطاقة الشمسية في مصر متاحة من اول جنوب مصر لغاية شمال مصر تمام اذا عندنا كل الاراضي المصرية متاح اننا اعمل عليها محطات للطاقة الشمسية سواء في الجنوب او في مصر الوسطى او في الشمال تمام ولكن طبعا في اماكن بتبقى افضل من اماكن يعني في اسوان مثلا في اسيوت في المينيا كل دي اماكن كل ما توجهنا للجنوب طبعا يعني الجنوب برضو عايز اقول حاجة ان يستحسن ان انا متوجهش للجنوب اول ليه بقى ليه لان كفاءة الخلايا الشمسية بتقل مع ارتفاع درجة الحرارة تمام وده حاجة معروفة لكل العاملين في هذا المجال تمام وبالتالي فيستحسن ان انا انشئ هذه المحطات في اماكن لها سطوع شمسي عالي وفي نفس الوقت ما تكونش درجة الحرارة في المكان ده مرتفعة زي بلبيس زي ما حركت قلت او بس بلبيس هي محطة بلبيس مش محطة خلايا هي محطة مركزات احنا زي ما قلنا ان الطاقة الشمسية نوعين نوعين يا اما خلايا تمام يا اما مركزات شمسية طب ده بالنسبة للطاقة الشمسية احنا كمان عندنا طاقة الرياح يعني اعتقد هي كمان بيكون لها المتطلبات الخاصة بها الحمد لله ان في الدولة المصرية برضو ربنا حباها بعدد من المزايا او مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ومنها طاقة الرياح يعني مثلا لو قلنا الطاقة الشمسية متوفرة في دول كتيرة من العالم بنلاقي نطاقة الريح بتتوفر في اماكن معينة من العالم والحمد لله اللي موجود في مصر في منطقة خليج السويس والبحر الاحمر بتتميز بقدرة رياحة عالية جدا استطيع منها ان انا اولد كهرباء من التربينات الهواء طبعا في البداية مصر لما ابتدت تتجه للطاقة الجديدة كان لازم نبص على السعر الارخص والتكلفة الارخص هل ألجأ للطاقة الشمسية واعمل محطة خلايا زي اللي موجودة في البنبان ولا ألجأ الى التربينات الهوائية وولد كهرباء من التربينات الهوائية زي المشاريع بتاعة الزعفرانة واللي موجودة في خليج السويس كلام ده تبعا كان من سنة 2000 في سنة 2000 كانت الاسعار بترجح انشاء محطات المزارع الهوائية اللي هي بتولد طاقة كهربية من التربينات الهوائية وبالفعل بدأت مصر في انشاء مزرعة مزرعة تربينات الهوائية في الزعفرانة بقدرة تقريبا 580 واط وانشأت بعد كده مزرعة أخرى بقدرة 510 واط آسف 580 ميجا واط ومحطة تانية بقدرة 510 ميجا واط يعني تقريبا وزارة الكهرباء بنت أو أنشأت محطات تربينية أو محطات هواء تقدر بحوالي 1100 ميجا واط كلام ده من سنة 2000 بعد كده اتغيرت الأسعار وحصل طفرة في التكنولوجية لصناعة الخلايا الشمسية ودخل الدول العديدة وحصل تنافس بين المنتجين والتنافس ده أدى إلى انخفاض في أسعار الخلايا الشمسية الانخفاض ده جي في مصلحتنا لأن أصبحت الخلايا الشمسية سعرها منخفض وبدأ ينافس التربينات الهوائية فجي من هنا إنشاء محطة بيمبان اللي هي تتفوق على كل المزارع التربينات الهوائية اللي إنشأت في خليج السويس لأن قدرتها كبيرة جدا حوالي 1465 ميجا واط يعني تقريبا طلت أضعف المزارع أو ضعفين تقريبا مزارع التربينات الهوائية من هنا نتيجة هذا التنوع ما بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أصبحت مصر هي الأولى على مستوى الدول العربية في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلينا نقول مدلول أو دلالة هذا المركز بالنسبة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة تمام المركز ده اللي هو المركز الأول على مستوى الدول العربية في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة ده جي من اهتمام القيادات والحكومة المصرية بالموضوع الأول هو التغيرات المنخية تمام والتلوس البيئي فكان لازم نتجه إلى إنشاء هذا النوع من المحطات لتوليد الكهرباء محطات الطاقة الجديدة والمتجددة سواء كانت محطات تربينات هوائية أو محطات شمسية وبالتالي ده طبعاً حيوفر في استهلاك البترول يعني المحطات اللي أنشأتها وزارة الكهرباء وفرت في استهلاك البترول بمقدار حوالي 5 مليون طن بترول في خلال الفترة اللي احنا أنشأنا فيها هذه المحطات وعملت دي جريز أو نقصت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 11 مليون طن ثاني أكسيد الكربون طبعاً دي أرقام كبيرة جداً احنا وفرناها على نفسنا بالنسبة للبترول بالنسبة للتلاوث ثاني أكسيد الكربون وبالتالي ده كان أدى إلى مردود إيجابي على صحة المواطن على أن التلاوث في مصر ينخفض معدلات الإنبعاثات ثاني أكسيد الكربون تنخفض وده بيبقى لي ميزات كويسة جداً غير مباشرة في تصدير منتجاتنا بمعنى احنا عارفين في الاتحاد الأوروبي لو أنا عندي مثلاً منتج تم تصنيعه بطاقة جديدة ومتجددة ونفس المنتج تم تصنيعه بطاقة تقليدية سواء كانت بطرول أو فح فبيبقى الأولوية للمنتج اللي تم تصنيعه للطاقة الجديدة والمتجددة لأن عملية التصنيع هنا بتبقى عمليات صديقة للبيئة وبتساعد على عمليات تصدير هذا المنتج إلى الدول الأوروبية إذن هنا أنا بتكلم في نقطة مهمة جداً بالنسبة للاقتصاد هي نقطة التصدير وإزاي ده بيكون لي الأولوية وبيزيد من كم الصدرات الخاصة بي في مختلف بقى الأشياء من النواحي الاستثمارية أيضاً يا فاندم زي محركة تفضلت وقلت من الطاقة الشمسية أقدر أن أنا أشغل العديد من الأشياء زي مصانع زي ربما زي محركة قلت في بيلبيس في التكيفات الخاصة بيعيادات أو بمستشفيات أو أو زي ده كمان خاص في الفترة الحالية بنمو الاستثمار داخل الدولة تمام الاستثمار في هذا المجال بدأ ينمو نمو كبير جداً والدليل طبعاً محطة بنبان ومش كده وبس ده كمان القطاع الخاص دلوقتي بيعمل مشروعات تحت التنفيذ بمقدار حوالي 820 ميجاوات يعني تقريباً نص نص محطة بنبان وده لأن هم طبعاً أصبحت الطاقة الكهربية المولدة من الطاقة الشمسية رخيصة السمن وبدأت تبقى أرخص من الطاقة التقليدي يعني احنا من عشر سنين أو من خمستاشر سنة كان انتشار الطاقة الجديدة والمتجديدة أو بالتحديد الخلايا الشمسية في مصر وفي العالم كان بطيء بسبب ارتفاع التمن النهاردة الوضع اختلف طبعاً الوضع اختلف من خمس سنين ابتدت الأسعار تقرب من أسعار الغاز والبترول وبعد كده يعني من سنة أو من سنتين بدأنا نلاقي أسعار نزلت تحت مستوى أسعار الوقود التقليدي وبالتالي أصبح لأي دولة دلوقتي أو أي حكومة بتفكر تعمل محطات لتوليد الكهرباء عليها أنها تلجأ للطاقة الجديدة ومتجديدة لأنها بقت أرخص صحيح وأعتقد أن ده كمان بيتواكب مع مواجهة الأثار السلبية للتغيرات المناخية كان مصر بتستعد في شهر 11 إن شاء الله لاستضافة كاب 27 وده بيتماشى جداً مع استخدام النظيف للطاقة وزاي كمان هذا الترتيب بيدل على أن مصر تسير في هذا الاتجاه بما يعني يتناسب مع طبيعة احتياجات العالم كله بالضبط هو طبعاً المشاريع الكتيرة التي تفتحت في الفترة الأخيرة في مجلة الطاقة الجديدة والمتجددة جعلت مصر في المركز الأول ولكن الموضوع هنا فيه سبق يعني إحنا مش شغلين لوحدنا أو مصر مش لوحدها مصر بتبني والدول العربية كمان بتبني محطات يعني فيه سبق ما بيننا وما بين الدول العربية زي الإمارات عندها محطات وبتعمل تعاقدات دلوقتي على إنشاء محطات جديدة عندنا برضو المغرب نفس الحكاية بنت محطات مركزات شمسية كبيرة لكن احنا هنا في مصر مركزين محطاتنا كلها على الخلايا الشمسية والتربينات الهوائية محطات التربينات الهوائية وده بيرجع طبعاً لأن فيه في مصر قاعدة صناعية كبيرة بالإضافة إلى الكتلة السكانية في مصر أكبر وبالتالي احنا محتاجين طاقة كهربية أكبر من هذه الدول والحمد لله احنا دلوقتي عندنا قدرة انتاجية سواء كانت بقى طاقة جديدة أو طاقة تقليدية بتصل إلى 59 جيجا واط قدرة انتاجية طيب احنا في مصر هنا محتاجين الحمل كانت اه انت عندك 59 انت محتاج كام او استهلاكك او بتستهلك كام اعلى استهلاك تسجل في مصر هنا 31 جيجا واط واحنا بننتج 59.5 جيجا واط اذا انا عندي قدرة تقدر بحوالي تقريبا ضعف احتياجاتها تقريبا يعني 28 بالضبط عندي قدرات ب28 جيجا انا اقدر اولدهم ولكن طبعا انا لو ولدت كهرباء ازيد من احتياجاتي هتضيع اما اصدرها تمام عن طريق خطوط الربط كهربائي ما بين مصر والسعودية واللي موجودة ما بين مصر وما بين تالي لبنان وما بين مصر والسودان دي خطوط اقدر من خلالها اصدر الفائد للدول دي حاجة تانية انا عندي قدرة 59.5 جيجا واط لكن مش هشغل كل المحطات دي في وقت واحد لازم في محطات بتبقى في السيانة بعمل لها السيانة السنوية بتاعتها في محطات بتبقى ستاند باي يعني في وحدات في كل محطة بتبقى ستاند باي ما بتشتغلش بتبقى واقفة بحيث لو حصل اي عطل او اي مشكلة لأي وحدة انتاجية في اي محطة لسبب ما بتخرج من الخدمة فبدخل مكانها هذه الوحدات الاحتياطية هنا انا بتكلم عن التأهيل والتدريب للكوادر البشرية والمتابعة وعملات السيانة الخاصة بهذه المحطات حتى تقوم بكفائتها كما ينبغي ازاي ده بيتم بشكل سريع لان الحقيقة وقتنا بيجري بسرعة تمام طبعا الكلام ده في وزارة الكهرباء عندهم مراكز تدريب بيتضربوا المهندسين والفنيين على اعمال السيانة واعمال التشغيل كمان للمحطات الكهربية بمختلف انواحها ومش كده وبس ده بيحصل كمان فيه تدريب لبعض المهندسين والفنيين من الدول العربية المجورة يعني احنا في مصر عندنا خبرات كبيرة ومكتسبة من زمان في هذا المجال ومفيش اي مشاكل بالنسبة للتدريب ولو فيه تكنولوجيا جديدة او فيه معدات جديدة بتحتاج تدريب في الخارج طبعا بيطلع مهندسين من عندنا من نزلات الكهرباء او من هائل الطاقة في الخارج علشان ياخدوا التدريب المناسب لهذه المعدات او هذه التكنولوجيا الجديدة تمام يمكن كمان الابحاث العلمية لا تتوقف يمكن المركز القومي للبحوث بالتأكيد هناك باستمرار نقاط بحسية كثيرة بما تتفق مع احتياجات المجتمع يمكن هو ده المناج الجديد في الابحاث العلمية وادارة منظومة البحث العلمي في الفترة الحالية اللي بيتم النهاردة من خلال الابحاث الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة وبصفة خاصة طبعا الطاقة الشمسية عندنا هنا في المركز القومي للبحوث وخلينا نقول برضو لأن المركز القومي المخص ما بيشتغلش الوحد بيشتغل بالتعاون مع الجماعات المصرية وملاكس الأبحاث الأخرى من خلال مشاريع بيتم تمولها من أكاديمية البحث العلمي أو من صندوق العلوم عندنا مشاريع الكتلة الحيوية الكتلة الحيوية دي هو أن أبيأخذ المخلفات بتاعة المزارع مخلفات الحيوانية أو مخلفات المنازل وبعمل لها عمليات كميائية عشان أقدر أولد منها غاز أقدر أستخدمه كوكون منظومة متكاملة ليس فقط من أجل إنتاج الطاقة الشمسية ولكن كيفية استخدام هذه الطاقة الشمسية في حل مشكلات أخرى أو تحديات أخرى نقدر نقول أنها بتواجه المجتمع بنتمنى أن احنا بالفعل نصل إلى حلول لكل مشكلتنا وده بيكون دايما من خلال العلم والبحث أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا لأستاذ الدكتور محمد حسن أستاذ الطاقة الشمسية بالمركز القومي للبحوث نورتني يا فندم بشكرك شكرا جزيلا بشكر كل اللي تابعونا النهاردة بكرة بإذن الله يتجدد اللقاء مع الاقتصاد والناس شكرا جزيلا شكرا جزيلا